المنتخب الوطني العراقي يفوز على نادي الشرطة العراقي بهدف وحيد عن طريق المهاجم العراقي الجديد السورستوم في الدقيقة 67 من المباراة نادي الشرطة متصدر الدور العراقي وهذا هو الاختبار للمنتخب العراقي السلام عليكم شباب وياكم آنس أخبار المنتخب العراقي قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد منتخب عمان يواجه ألمانيا والأردن يواجه إسبانيا تحضيرا للبطولة الرباعية أما منتخب العراق واجه نادي الشرطة العراقي وفاز عليه بهدف للأسف هكذا وصل بنا الحال لنلعب مع نادي عراقي يعني هاي الأردن قدامكم هاي عمان قدامكم عمان واجهت ألمانيا والأردن واجهت إسبانيا أفضل منتخبات في العالم وإحنا نرجع ليورا نواجه نادي عراقي وين صيرها هاي يعني شوكت يتطورون لازم يلاقون منتخب أقوى من عدو منتخب عالمي حتى يتطورون رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال يقول مهمة راضي شنيشل تنتهي مع نهاية رباعية الأردن ومدرب أجنبي سيقول المنتخب الوطني العراقي في ودية المكسيك في الثامن من تشرين الثاني المقبل حسين سعيد يقول منتخب الأرغواي طلب ملاقات المنتخب العراقي وهو من يتحمل كافة المصاريف والاتحاد العراقي رفض بسبب عدم امتلاك مدرب وفريق يعني هاي أفضل فرصة أجدكم منتخب الأرغواي منتخب عالمي وياهم كافاني سواريز فالفيردي أسعدكم راضي شنيش لمدرب مواقع تعلقة ليلعبوا يهم شوفوا مستواكم طوروا من لعبكم أحدث طلال التحفة المعمارية ملعب جذع النخلهم والحقاته والجهة المحيطة به يبدو على أكمل وجه استعدادا لصدافة كأس الخليج في البصرة الأوحة فنية آلاي فاضل بأول مشاركة أساسية في الدور السويد الممتاز دقائق المشاركة 95 بمركز الظاهير الأيسر نسبة التمريرات الناجحة 83% التمريرات العرضية أربعة المواجهات الفردية الناجحة خمسة افتكاك الكرة الناجحة ثلاثة اعتراض الهجمات أربعة كسب الأخطاء من الخصوم الثانية لارتكاب مخالفات على الخصوم واحد أما إنجاز أوراق اللاعب كيفني عقوب في العراق من قبل السادة علي شاهين في كاركوك وزيد الزيدي في بغدار بعد تصحيح جميع الأخطاء التي حدثت عند إرسال أوراقه من السويد بانتظار حصول اللاعب على موافقة ناديه لغرض التوجه للسفارة العراقية في ستوك هولم التي تم التنسيق معها لغرض إكمال جواز السفر لللاعب بالتعاون مع السيد أحمد الفلوج المكلف باستقبال اللاعب وإنجاز معاملة جوازه في السويد فريق الزورة ينهي معسكره التدريبي ويعود إلى بغداد بقيادة المدرب أيوب أديوشو الذي غاب عن المباراة التجربية الأخيرة بسبب سفره إلى أسبانيا للعلاج على أن يعود إلى بغداد خلال الأيام القادمة لقيادة تدريبات الفريق منتخب العراق الناشيين يستعرف تدريباته في بغداد على ملعب الراحل علي حسين شهاب تحضير التصفيات أسير التي ستقام في سلطانة عموان للفترة من واحد تشرين أول مقبل حتى عشر من الشهر ذاته المنتخب سيلعبض من مجموعة عموان ولبنان وقطر والبحرين وسيفتتح مشواره بمواجهة قطر في الأول من الشهر المقبل بهاترك لمنار طه زاخو يفوز على القوة الجوية بثلاثية في مباراة ودية ريال مدريد تغلب على أتلاتيكو مدريد بنتيجة 2-1 ريال مدريد انتصر على أتلاتيكو برضوح المعنوية والتحفيز وتصدر الدور الإسباني من جديد قبل التوقف الدولي حبا يتقل بالإهنا وصلنا لنهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما كما نتصر في أمان الانتقال فيديو جديد